تحياتي يا جماعة عن جد اليوم كتير اشي عم تصير يا عمي والله كتير اشي عم تصير خاصة بعالم الاي اي اليوم بدي احكيكم عن نوتبوك الام وقديت حسن نوتبوك الام الهلي اللي ما بيعرف نوتبوك الام هو واحد من اهم الاي اي اللي نزلتهم جوجل واللي هني يعني ميم ما كنت تكون اذا كنت تلميذ بمدرسة بيفيدك اذا كنت طالب بجامعة بيفيدك اذا كنت بشغلك انت بيفيدك لانه حيسهل عليك عملية التعلم بشكل كتير كتير كبير ما احطول عليكم هارجيكم اياها على الاي باد صراحة هارجيكم اياها على الاي باد اكتر لتشوفوا قده هيني انه الواحد عن جد يقدر يستوعب كمية معلومات بسرعة فائقة عبر نوتبوك الام وفيه شغلة بتخبركن عنها بالاخر هليكن للاخر هي مفاجأة وان شاء الله يرى بتعجبكن هوم لاقي على الاي باد نحنا واقفين على الاي باد فينا نعمل مثلا انا هلأ بدي اعمل كوبي لهذا الفيديو اللي انا محضرته وبس هيك هعمل له كوبي وبيجي على نوتبوك الام نوتبوك الام هي notepooklm.google.com وبتجو لهون وبتقول يولو بدي يوتيوب فيديو ومنعمل بيست للفيديو مجرد ما عملنا بيست صار عنا مصدر لياخد منه نوتبوك الام معلومات ويطلعنا شل معلومات اللي هو بديو اياها وديروا بالكم انا حطاهم باللغة الانجليزية فينا نطلعها باللغة العربية بس نجي على settings هون ومنقل له output language ومنغير اللغة لللغة العربية وانا حغيرها هلأ لللغة العربية عشان الكل يشوفها باللغة العربية هلأ تلا ننزل لنلاقي العربية وين هو العربية تم save هلأ انا عملت لها save بالعربية فيني اعمل refresh تقاون الاوامر التفصيلية لذكاء الاصطناعي حلو كتير هيدا مش بس هو بس القوة وين القوة هون انتو فيكن تعملوا كتير اشياء من ضمن اوديو اللي هو بيطلع لكم podcast video بيطلع لكم video mind map بيارجيكم رسم بياني حسب ما الماغي بيشتغل reportate flashcards لتدرسوا وتراجعوا quizات لتعملوا امتحانات تشيكوا المعلومات تعيدكن بس احلى وحدة هنه هول اتنان او احلى شغلتان هنه هول اتنان infographic و slide deck اذا بقل له infographic وهون انا بجي بطلب منه مثلا بدي ال infographic يكون فيه تفاصيل ويكون بالعربية اوكي وما حق اكتب شي هون بس انا فيني يقل له كمان style اللي انا بدي يطلع فيه هيدا المعلومات يكون مثلا لون ازرق لون كذا whatever خلينا نقل له generate هلأ هو حيبلش يعمل لي ال infographic و فيني كمان قل له بدي slide deck و slide deck كمان بدي اياه بالعربية و بدي اياه detail deck او presenter slides انا بدي detail deck و فينا كمان نقل له هون بالعربية شو بدنا تفاصيل اكتر اوكي و فينا نقل له length فكمان بقل له generate هلأ مننطر هتلاقوا هون في شغلتان اتنان generating slide deck و generating infographic يعني هو هلأ عم يعمل لي presentation و بنفس الوقت عم يعمل لي infographic عن هيدا الفيديو اللي طلعته من يوتيوب هيدا الشغلة كتير قوية و كتير حتساعدكم بشغلكم ان شاء الله و ملاحظين انا صحيح شابك الايباد هلأ هيدا شابكو عا هيدا سكرين و عم يعمل ماوس و كيبود هيدا كمان بتاعتي عن جد انتاجية كتير حلوة بالشغل خلينا نشوف وين حنصير اوكي استراتيجية استخدام الذكاء الاصطناعي طلع ال infographic وهون منشوف ال infographic جاهز و خلينا ننطروا ليشتغل هال infographic يا سلام يا سلام يا سلام كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي افضل من 99% من الناس عملكم infographic بيمشيكم الحل الكذا الكذا هلا اوكي بالعربة بنا ندير بالنا شوي اوقات الكلام بيكون مش متل ما احنا بدنا ولكن هو كلام متل ما قايله بالفيديو الزلمة ف بالانجليزي بيطلعكم كمان معلومات اكتر ولكن هيدي الخطوة الاولى اعداد تعليمات الخبراء هالقصص هيدي كلها طلعت لحظوا باي وقت وباي سرع شي رائع 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 يا عمي infographic رائع يعني عم تتخيلوا هيدا الشي يطلع معكم بثلاث دقايق اربع دقايق تفصيل جاهز فيكن تعملوا اللي بدكن هي فيه السلايد داك بعدها تم قيد التحضير حننطرها لتخلص وتمت القصة يا جماعة لايكو 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 عن جد هيدا السلايد داك اوكي هيها خلينا نفتحها على الكبير عمل بريزنتيشن كاملة يعني شو بدي يقول لكم لايكو هنشغل بريزنتيشن هون بالبلاي بطن الموجود هون اوكي هيشغلتها وماشي صارت مثل بريزنتيشن عادية عم نعملها لاحظوا فيه احلى من هيك انا مكتبت برامتات ما عجبت سيرة برامتات مكتبت شي هو عمل كل هيدا بهالوقت اللي كنا ناطرين تقريبا الوقت يعني شو بدي لكم ماشي 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 يا جماعة وفيني كمان نعمل لها داونلود وفيني كمان اعمل لها شير على جوجل داكس يعني هلأ حينزل حينزل نسخة منها هاي هون ولكن انا فيني اعمل شير واخد على سلايد تايت جوجل وقعد عدل فيها كبريزنتيشن وانا اي شي كاتبه هون فيني كمان عدله من خلال النوتبوك الام شي رائع شي كتير 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 الشغل المفاجئ اللي بدي لكم عليها هي انه انا اصدرت كتاب لقلي وهيدا الكتاب اسمه zero friction وهيدا الكتاب بيحكي عن الانتاجية وكيف فيكن تلغو امور اللي ممكن تأثر عليكم بشغلكم خلال النهار وكيف كنت تعمله الستاب لقلي بقلب الشغل بيكون ما في مور دايقكم أو توتركم وبنفس الوقت عملت كمان بقلبه شيء اسمه AI يعني انت فيك تفوت على هايدي الصفحة تعيد الكتاب اللي هي macdetech.com وبتفوت وبتكتب اذا انت عندك مشاكل اللي هي procrastination وفيك تكتبه بالعربي تأخير الاشياء هالقصص هاي مثلا فينا نعمل هون نكتب تأخير الامور اوكي تأخير الامور هي اللي انت عم تعاني منها وكل اللي عليك تعمل تقول له eliminated eliminated يعني الغاء هيدا الشيء من الامور اللي عم ضيع لك وقتك مجرد ما تكبس eliminated ال AI بيطلع لك تفصيل معين كيف تقدر من خلال المثد او الطرق اللي انا ذكرت بالكتاب ان تقدر تساعدك بشغلك اليومي وهيدا الشيء كمان الصفحة انا نسيت تقلكن ان هي كمان موجودة باللغة العربية وبالتالي اذا انا بيجي وبكتب هون بالعربي كمان بيطلع لي الاجوبة بالعربي خلينا تخلص منها تأخير الامور لاحظوا طلع لكم مرحبا بك خبير في فلسفة صفر احتكاك ارى انا تأخير الامور المواطلة هو نتيجة مباشرة كذا كذا وبيحط لكم التفاصيل كيف مع وكيف بدون وهيك القصص واذا بتكن تشتروا الكتاب فيكن تكبسوا على الابل ستور وعلى امازون الابل ستور بتكن تديروا بالكم هو موجود بالسوق الامريكاني وبكل المطارح الاسواق الامريكي بتدعمها يعني بالابل ستور السعودي موجود بالابل ستور الاماراتي موجود ولكن بلبنان دايريكت ما في بدي يكون عندك حساب امريكاني بتنزلوا للابل اما الامازون فالامازون فيكن تفوتو تشتروا من كيندل ومن هون المطارح اذا هيك محتوى عم يعجبكن وهذا الشي عم بيجدع بيعجبكن ما تنسوا تعملولي فولو لايك وسبسكرايب على اليوتيوب كمان لانه هنغير طريقة الشغل كله بتاعتنا بهال الذكاء الاسطناعي اللي كل يوم عم بيارجي اشياء ما كنا نتخيل حتى سلام